اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيك إذن رح نستعرض مجموعة مجموعة من مجموعات بطولة الدرع نبدأ بالمجموعة الأولى بهذا التقرير أزدل الستار على المجموعة الأولى من بطولة درع الاتحاد هذه المجموعة التي ضمت كل من الوحدات ومعان وسحاب الوحدات كما كان متوقعا هو من حسم بطاقة العبور للدور الثاني حقق ست نقاط من انتصارين الأول على سحاب بهدف دون رد في أداء أثر أكثر من علامة استفهام على قدرة الوحدات بالمنافسة على ألقاب الموسم الكراوي في اللقاء الثاني كشر المارد الأخضر عن أنيابه وأمطر شباك معان برباعية نظيفة ليعيد الثقة من جديد لجماهيره ويحجز مكان له في الدور الثاني أما باقي فرق المجموعة فسحاب رغم بدايته القوية أمام الوحدات خسر ثاني مواجهاته مع معان بهدف دون رد بانتظار ما سيقدمه الفريقان في باقي بطولات الموسم إذن كابتن نبلش بالمجموعة الأولى اللي ضمت الوحدات معان وسحاب وحسب الخبرة والأسماء الموجودة بالوحدات قدر أنه يتأهل بعرف أنه البطولة تقريبا كل الأندية بتعتبرها تحضيرية ويمكن خلال هاي الفترة القصيرة كمان ما بتقدر أنك تحكم بشكل عام على مسيرة الفريق لما تبقى من الموسم ولكن كبداية هل تعتقد أنه المستوى اللي قدمه الوحدات في هذه المجموعة رح يخلي وضعه يكون كويس لما تبقى من الموسم بسم الله الرحمن الرحيم ببداية أن نبارك لفريق الوحدات التأهل إلى دور نصف النهائي بطول الدراء الاتحاد مثل ما تفضلتي ومثل ما ذكرت تقرير أن الوحدات كان هو المرشح الأول للتأهل بحكم الأسماء والإمكانيات والخبرة وهو حامل اللقاء بكل الأحوال المستوى الحقيقي لجميع الفرق لم يظهر بعد ولن يظهر في بطول الدراء الاتحاد عادة بطول الدراء الاتحاد كانت تقام في نهاية مرحلة الإعداد قبل الدوري بأيام كان ممكن من الحكم على اللاعبين وعلى الفريق لكن البطولة الحالية تقام بداية مرحلة الإعداد هناك فرق كثيرة لم تستعد بالشكل المطلوب هناك لاعبين للآن لم يتدربوا هناك لاعبين محترفين لم تتعاقد معهم الأندية وبالتالي المستوى الحقيقي غير معروف بعد لكن من المنطق نحكي أن الوحدات المرة الأولى ليس هو الوحدات أمام سحاب كان في تغييرات في المراكز كان في طريقة اللعب لكن مباراة معان أيضا هي ليست مقياس لأنه فريق معان نحن نعرف أنه حديث العهد أنا أعتبره فريق جديد بحكم أنه كل تعاقدات كانت الموسم الحلوى قبل أيام وجهاز فني جديد لكن كان الوحدات أداءه في مباراة الأمس أفضل من مباراة سحاب لكن هذا ليس مؤشر أن الوحدات سينضي قدما في مباراة النصف النهائية أو حتى الوصول للمباراة النهائية طيب برأيك خلال هذه المباريات هل الوحدات كان قادر على تجربة أكبر عدد من الأسماء الموجودة فيه وهل هذه الأسماء قلنا أنه المستوى لا يعتبر مؤشر ولكن هل الأسماء ممكن أنها تعطينا مؤشر عن مسيرة الفريق خلال الموسم الجاي بكل تأكيد الأسماء اللعب فيها الوحدات أغلب العلاصر الأساسية هذا يدول على أنه الوحدات يريد هذه البطولة هناك فرق جماهيرية لا ترضى إلا باللقب حتى في البطولات الغير رسمية من جهة ثانية أنه يمكن الوحدات لأنه سيخوض بطولة دوري أبطال آسيا يمكن يريد أن تكون المطولة الحالية فرصة لزيادة الانسجام بين اللاعبين ووضع النقاط على الحروف قبل بداية الدوري وقبل المشاركة الآسيوية طيب نحكي عن سحاب ظهر بشكل قوي بالمباراة الأولى ولكن تعرض للهزيمة من إمعان شو الأسباب برأيك؟ خصوصا أنك ذكرت أنه إمعان فريق شبه جديد هلأ سحاب في المباراة أولا من الوحدات كان فريق جيد متماسك كان أقرب للفوز في أكثر من مرة لكن وحدات فاز بالخبرة مشاركة أعداد كبير من لاعبين الشباب في فريق سحاب كان هذا السبب الرئيسي في عدم ظهور سحاب الشكل المطلوب لكن كانت فرصة حقيقية للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب من سيخدم الفريق في بطولة الدوري اللي تحتاج لخبرة أكثر في مباراة إمعان لم يحالفوا الحظ إمعان يمكن فاز بالروح السحاب كان واضح أنه في مباراة إمعان أغلب اللاعبين عندهم الصبغة الهجومية كانوا بدلة وشاركوا الشرط الثاني كان هناك بعض التحفظات على الأداء لكن وجد نظر أنه كان فرصة حقيقية أنه يعرف مستوى كل اللاعبين مثل مطول درع الاتحاد نعم طيب برأيك هل إمعان في الموسم الماضي كان أفضل من الفريق الحالي؟ المقارنة ظالمة نعم إمعان الموسم الماضي من أول الفرق التي استعدت أكثر الفرق استقطاباً لللاعبين ميزانية مالية كبيرة نجوم على مستوى عالي ولعب دوليين كابل الفريق الموسم الحالي فريق جديد أغرب من اللعبي درجة الأولى أو من اللعبين المغمورين فريق كامل بميزانية قلبي كثير من ميزانية الموسم الماضي وبالتالي المقارنة حرام يعني تكون بين موسم الماضي وموسم الحالي لكن روح التحدي اللي قبلها الكابتن دياني أنا بوجهه التحية يعني بصراحة مغامرة كبيرة جدا وجرأة وشجاعة بنفس الوقت يمكن خسارة مبارح وأنا عجبني تصريحه أنه الخسارة باختبار صعب أفضل من الفوز في اختبار ضعيف وبالتالي أن تكشف كل ما يحتاجه فريق معان للدخول في الدوري على الأقل بمستوى يلبي الطبخان نعم إذن كانت هذه المجموعة الأولى من نشوفها لقاءات المجموعة الثانية بهذا التقرير مجموعة كان عنوانها الإثارة والقتال حتى الرمق الأخير هذه المجموعة التي ضمت كل من الفيسل والرمثة والبقى اللقاء الأول في هذه المجموعة جمع الرمثة بنظيره البقى وكانت الكلمة في هذه المواجهة لغزلان الشمال الذين حققوا الفوز بثنائية نظيفة وفي اللقاء الثاني الذي جمع الفيسل والبقى أظهر النسر الأزرق شخصية البطل وحقق الفوز بثلاثية نظيفة ليمنح نفسه الأفضلية بالأهداف قبل مواجهة الرمثة المواجهة الحاسمة بين الفيسل والرمثة شهدت إثارة وندية كبيرة حيث تقدم الفيسل عن طريق محمد أبو زريق قبل أن يعدل حمزة دردور النتيجة من خلال ركلة جزائم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول الندية والإثارة استمرتا في الشوط الثاني الفيسلي عادل يتقدم في النتيجة عن طريق مجد العطار قبل أن يعدل هذه الحراني النتيجة تعادل منح الفيسلي بلوغ الدور نصف النهائي برصيد أربع نقاط متقدما على الرمثة بفارق الأهداف إذن المجموعة الثانية بتضم الفيسلي والرمثة والبقعة قبل بداية البطولة يمكن كان الكل يقول أن هذه ستكون أقوى مجموعة فأنت شو رأيك بهذه المجموعة؟ بكل تأكيد أن يكون مجموعة فيها فيسلي والرمثة ويتأهل الفريق واحد أكيد ستكون مجموعة قوية نبارك أيضا الفيسلي التأهل إلى دور نصف النهائي وملاقات الوحدات في كلاسيكو نهائي مبكر الفيسلي التأهل بفارق هدف واحد يعني الفريق سجل خمس أهداف عليه هدفين الرمثة سجل أربع عليه هدفين يمكن نظام البطولة كان ظالم بعض الشيء لفريق الرمثة فريق الرمثة كان بالإمكان يكون في الدور نصف النهائي لكن هذا النظام بدنا الجميع يحترمه بحكم الظروف نعم وكان بالإمكان بطولة الدرع إجمالا أن تقام بظروف أفضل بعد اعتدار أو تأجيل التصفيات الأسيوية المنتخب أن يتم تغيير النظام أو تعديله أو تأجيل البطولة على الأقل عشرة أيام لكن هذا اللي صار الفيسلي ظهر بشكل مختلف تماما عن الموسم الماضي جهاز فني جديد لعبين على مستوى عالي استقطابات نوعا ما نوعا ما جيدة لكن الفيسلي أيضا يجب أن يكون أفضل من ذلك بكثير الجهاز الفني أيضا جهاز عقلاني منطقي وضع يعني أنه الفريق ليس هو الآن هذا هو يكفي ما يقدم الفيسلي الفيسلي بحاجة إلى أكثر وأفضل يمكن برات الوحدات أيضا مقياس نوعا ما للجهازية الفيسلي أكثر من الجهازية الوحدات لأن الوحدات نحن عارفين أنه الانسجام موجود أكثر طيب هل كان في أي نقاط سلبية بالفيسلي خلال مشاركته؟ هل شوفي اقتميح إذا بنلاحظ الأهداف الأمس ثلاث أهداف من أصل أربعة من كرات ثابتة نعم ركلة جزاء وركلة ركنية وركلة ثابتة للرمثة الخط الخلفي للفيسلي بحاجة إلى انسجام أكثر بحاجة إلى يمكن لعبين أفضل لكن وسط الفيسلي جيد عنده مهاجمين أيضا على مستوى عالي أيضا ما ننسى أنه في استقطابات للفيسلي محترفين المحترف اللبناني لم يظهر يعني لعب بدقائق قليلة لكن الفيسلي إذا أراد المنافسة المحلية والآسيوية والعودة للألقاب لابد أن يعطي أهمية أكثر للخط الخلفي أو المنظومة الدفاعية للفريق بشكل عام طيب مباراة ماراثونية حسمت بالتعادل بالنهاية بهدفين كيف دخل الفريقين هذا اللقاء؟ وكيف قرأ جمال محمود وحسام السيد هذه المباراة؟ شوفي واضح من فرحة أعضاء الجهاز الفني للفيصلي عند الهدف الثاني أنه الفريق يعني يلعب من أجل التأهو من أجل البطولة على الأقل يمكن لمصلحة الجماهير وليس لأهمية البطولة ويمكن هذا يعطي دافع معنى للفريق للدخول للدوري بمعنوية البطل لأن الوحدات الموسم الماضي فاز بلقب الدرع وكان مؤشر أنه سيكون أكبر المرشحين للقب فكان واضح حسام السيد يعني يلعب من أجل التعادل على الأقل من أجل التأهل كان يعني حتى مستوى التبديلات لم تبدلين فقط وتبديل جاء في الدقيقة 94 واضح أنه كان يلعب بالفيصلي من أجل التأهل وكان يسعى إلى تسجيل هدف مبكر وهذا ما حدث أما الرمثة للأمانة كان يلعب لأنه معه احتمالية واحدة وهي الفوز كان يلعب بطريقة هجومية تبديلات كانت هجومية وصل مرمى كثيرا لكن سوء الطالة أحيانا لم يكن موفق فيه الفريق كان العصبية واضحة أيضا على العيدة الرمثة وخاصة في الدقاق الأخيرة هذه المباراة أيضا عطت انطباع جيد لكل المدربين على مثل عندما تلاقي فريق بحجم الفيصلي أو الرمثة سيكون مقياس لك أمام في خلال بطولة الدوري كان بإمكاننا نشوف مباراة أجمل لو كانت بعيدة عن الضغوطات طيب كابتن تأهل الفيصلي والرمثة بفارق الأهداف هل منقدر نقول أنه دلالة على تقارب المستوى بين الفريقين؟ بطول درع الاتحاد يعني همنا نقدر نحكي أنه فيه تقارب كبير احنا يمكن بس الرمثة أفضل من ناحية الانسجام الجهاز الفني هو نفسه اللاعبين نفسه نحن نعرف الرمثة ممنوع من الاستقطابات بقرار من الفيفا وبالتالي الرمثة أفضل كإنسجام لكن كتقارب مستوى بعتقد أنه الفريقين قريبين جدا جدا في بطولة الاتحاد وهذا يدل على أنه سنشاهد أيضا إن شاء الله منافسة حقيقية في بطولة الدوري يمكن على الأقل أربع فرق طيب شو الفائدة اللي حققها الفيصلي والرمثة؟ وأيضا هل هناك أسماء لمعت عند كلا الفريقين؟ هل الفائدة يمكن للفيصلي أكثر أنه الجهاز الفني جديد مثل ما حكيت لك أعطى يعني وضع أو صورة كاملة للفريق في مباريات رسمية تختفى على المباريات الودية وإن كانت بطولة يعني تحضيرية يعني لكن الفيصلي لعب بنفس التشكيلة في المباراتين وهذا يدل على أنه هناك في قناعة فنية لدى الجهاز الفني على لاعبين معينين اللاعبين اللي يظهروا يمكن أبو زريق كان مكسب حقيقي لفريق الفيصلي ويحتاج له وقت للتأقله من جديد بعد غياب طويل في الاحتراف الخارجي خالد زكري أثبت موجودية كبيرة مع الجهاز الفني الجديد ولا ننسى نور بنعطية أيضا يعني قادم من الجزيرة بعد سنوات إعارة واضح النلج الكبير اللي حققه نور واللي حصل عليه خلال مشاركاته مع فريق الجزيرة هي أكبر مكاسب فريق الفيصلي لكن الرمثة إجمالا هي المكاسب زيادة الانسجام بين اللاعبين أغلب اللاعبين كانوا نفس الموسم الماضي لمشاركة بعض اللاعبين الشباب لدقائق أيضا فرصة حقيقية لإثبات الموجودية لبداية الموسم طيب خلينا نحكي عن مستوى البقعة برأيك خصوصا أنه بدأ بظروف صعبة وبخسارتين متتاليتين البقعة لم يسجل أي هدف سجل في مرمى خمس أهداف واضح أنه يعاني على الأقل هجوميا أيضا كانت فرصة حقيقية يمكن أكثر فريق استفاد ببطول دراء الاتحاد بوجهة نظر الشخصية والمتواضعة هو فريق البقعة عندما يأتي بمجموعة فيها الفيصل وفيها الرمثة أيضا هي مقياس حقيقي للفريق هذا أولا ثانيا البقعة يعاني كثيرا من ناحيتين ناحية الأولى أنه ممنوع من التعاقدات على خلفه القضايا السابقة والقضية الثانية أنه فريق البقعة للآن لم يتعاقد أو لم يجدد عقود اللاعبين اللي سعدوا مع الفريق هم أصحاب الخبرة وبالتالي الآن الجهاز الفني في حيرة من أمره لم يتم تجديد اللاعبين السابقين ولا يسمح له بتعاقدات جديدة وبالتالي البقعة الظروف اللي ظهر فيها ظروف صعبة مش مطلوب أنه أكثر من ما حصل معه لكن ميزة كبيرة جدا للجهاز الفني أنا بحيي كابتن إبراهيم حلمي على الروح اللي بثها بالفريق الروح الحماسة لشباب عمرهم 18 و20 سنة أيضا هذا كانت أكبر المكاسب الفريق في بطولة الدرع نعم خلونا ننتقل الآن لنشوف تقرير عن مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة مجموعة حسمت أمورها ومجموعة ما زالت هوية البطل فيها لم تحدد حتى الآن لعله العنوان الأبرز للمجموعتين الثالثة والرابعة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم المجموعة الثالثة والتي تضم كل من الحسين إربد وشباب الأردن والجزيرة افتتحت بفوز كبير للجزيرة على شباب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يخسر شباب الأردن مباراته الثانية أمام الحسين إربد بثلاثية نظيفة هذه النتائج وضعت الحسين إربد في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الجزيرة في حين ودع شباب الأردن رسميا للبطولة من دون أي نقطة مباراة حاسمة ستقام بين الحسين إربد والجزيرة لتحديد بطل المجموعة الحسين إربد يكفيه التعادل أو الفوز لضمان التأهل فيما لا يوجد خيار للجزيرة غير الفوز المجموعة الرابعة حسمت أمورها تماما فالجليل صنع المفاجأة وضمن التأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه في مبارتين متتاليتين على الصلط وشباب العقبة مواجهة بعيدة عن الحسابات ستجمع الصلط مع نظيره شباب العقبة وسيعمل الجهازان الفنيان للفريقين على الخروج من الاستفادة الفنية لهذه المباراة ويعود محمد وتسديده لكن تصدي رائع إذن كابتن اليوم تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة ننبلش بالمجموعة الثالثة ومواجهة بين الحسين إربد والجزيرة وهي لا تقبل القسمة على اثنين كيف تقرأ هذا اللقاء؟ مباراة ممتعة ستكون مباراة جميلة الفريقين قدموا مباراة أكثر من رائعة في الجولة الأولى من شباب الأردن الحسين يحتاج إلى التعادل الهدف الذي سجل في مرمى الجزيرة أمام شباب الأردن أعطى الأفضلية لفريق الحسين بفارق هدف واحد وبالتالي هناك خيارين للتأهل الحسين من أكثر الفرق النشطة في سوق الانتقالات ضم وتعاقد مع مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين من اللاعبين البارزين جدا حتى لم يكن أصحاب بطولات لكن بإجمال كان فريق تعاقدات جيدة وبحاجة إلى بعض المحترفين سيظهر بشكل جيد مع جهاز فني جديد إذن هي فرصة حقيقية للفريق للمنافسة على بطول الدرع الاتحادي تكون بوابة للمنافسة في بطولة الدورية نعم طيب برأيك كابتن هل لمسة المدرب بلشت تظهر على الفريق خصوصا وأنه بالشولة الماضية يعني يقدم أداء مميز للأمانة هناك يعني في بعض الحالات واضح أن هناك في عمل للمدرب خاصة في عملية التمرير السريع التمرير القصير بناء اللعب بطريقة جيدة لكن إحنا من يعرف أنه جهاز فني جديد لعبين أيضا جدد بحاجة إلى الوقت لكن بشكل عام هناك لمسات للمدرب أيضا نحكي شو عن شباب الأردن يمكن كمان المستوى الذي يظهر فيه من الصعب الذي نحكم على مستوى شباب الحسين لأنه شباب الأردن لم يظهر بالصورة المطلوبة الحسين بتوقع أنه أيضا فرستين كافلات أنه اليوم يلعب بالأجل على الأقل وأجل التعادل للتأهل طيب الجزيرة ظروفه صعبة جدا هل برأيك خلال هذا الموسم رح يظهر بنفس الطريقة اللي ظهر فيها خلال الموسم الماضي يعني إحنا لاحظنا الجزيرة برغم كل ظروفه ولكنه قاتل خلال الموسم الماضي هل رح يستمر هذا القتال؟ يعني من هذا المكان تحدثنا كثيرا لو مطولا عن نادي الجزيرة والظروف اللي عاشها في الموسم الماضي ومع ذلك كان من الفرق الرائعة والكبيرة التي قدمت كرة قدم حديثة لكن مثل ما يحكي بالعامية مش كل مرة تستمر الجرى صحيح الظروف الموسم الحالي أصعب بكثير الفريق تغيب كثيرا رفضوا التدريبات لأسباب مالية عاد مؤخرا تدريبين ثلاث فقط باعتقاد إذا وقت الحال على ما هو عليه لأنه شهد الجزيرة كما كان عليه سابقا وأنا حكيت في موقع آخر أن الجزيرة أمامه شهر أو أقل الآن لتزديد أو لإلهاء موضوع القضايا على الأقل المحلية لأنه سيدخل بناقص نقاط على الأقل يمكن 21 نقطة أن لم يكن أكثر وبالتالي قد لا نشاهد الجزيرة في بطولة الدوري أو يكون فيه صواف من فرق الهابطة الجزيرة بحاجة إلى وقفة من الجميع لحل مشاكله أنا لا أطلب من انتحاد كرة القدم دفع العجز على النادي ولا وزارة الشباب لكن لابد من إيجاد حلول مع القضايا الموجودة لعودة الجزيرة إلى مكانه الطبيعي لأنه مش دم بالفريق ولا النادي إذا فيه صراعات إدارية سابقة أنه فريق من فريق بطل إلى فريق مهدد بالهبط نعم طيب من الأقرب برأيك للتأهل الحسين إربد أم الجزيرة ولماذا؟ على الورق الجزيرة أفضل بحكم الانسجام وما قدمه الموسم الماضي لكن بحكم الظروف الفنية أو الإدارية الحالة المعنوية فرستين للتأهل للحسين استقطابات الجديدة باعتقاد أن الحسين أقرب يعني المباراة متقاربة جدا بكل النواحي ثلاث أهداف كل فريق سجل دفاعيا جيدين لكن الحالة المعنوية أكثر وأعلى عند نادي الحسين طيب شباب الأردن ذكرت قبل شوي أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب يعني خسرتين متتاليتين وبنتائج كبيرة شو الأسباب برأيك؟ هلأ شوفي شباب الأردن فريق نادي محير وليس فريق أنا أتحدث أنه فريق أو نحكي فنيا فريق سجل في مرمى ستة أهداف سجل هدف واحد من ستة أهداف سميحة ثلث أهداف ركلات جزاء إذن هناك أخطاء من خلال خبرة أيضا هي أيضا فرصة وهذا الجهاز الفني لوضع الحالة الدفاعية أن يكون محل عمل جاد في المرحلة القادمة أتحدث عن الإدارة أن الفريق نادي شباب الأردن من سنوات طويلة هو أكثر الأندية التي تعتمد على اللاعبين الشباب لكن كان ضمن الشباب هناك لاعبين خبرة واللاعبين الشباب عندما وصلوا إلى مرحلة الخبرة وقت في الثمار تم الاشتغناء عنهم أو عدم التجيد لهم يعني منه كحالة خالد عصام وارد البري محمد الرازم من الشباب ومحمد المشي من اللاعبين المميزين اللي الآن مطلوب يقدمه لشباب الأردن لم يتم التجديد معهم لاعب خبرة مثل أي عمران لم يتم التجديد معه حارس المرمى رشيد لم يتم التجديد معه وبالتالي ظهر شباب الأردن بالصورة الحالية إذن شباب الأردن بحاجة حتى لو عزز بلاعبين محترفين بلاعبين الشباب يعني سيكون الوضع صعب جدا الموسم الماضي صحيح قدم مستوى طيب لكن ممكن الموسم الحالي ممكن لا يقدم الفريق ما ظهر عليه بحاجة إلى تعزيز كبير جدا خاصة بالمنطقة الأمامية اللي شباب الأردن كان مميز فيها لكن شفنا بطوط الدرع غير معتاد نعم في المجموعة الأخرى نحكي عن الجليل قدم نفسه بقوة يعني أعتقد يستحق لقب الحصان الأسود سر هذه القوة للفريق الصاعد كلمة حق يعني تقال بحق الفريق الجليل وبالجهاز الفني هو يقال بأنه العقبة والسلط لم يعطوا البطول أهمية أو تأخروا بالإعداد لكن أيضا الجليل هو فريق صاعد تعقدات جديدة إذا الانسجام أيضا جاء متأخر ولم يحدث بعد وبالتالي لا نقلل من إنجاز فريق الجليل اللي حقق انتصارين بشباك نظيفة مع فريق مدجج بالنجوم مثل السلط وفريق أصبح خبير في دور محترفين مثل العقبة لكن سميحة التاريخ يقول أن هناك كثير من الفرق على سبيل المثال اليارموك عشبه مثال الكفرسوم حققوا بطولة درع الاتحاد وفي الموسم نفسه هبط الفريق إلى مصطفة الدرجة الأولى نعم وأنتحدث مع الكابتن حسين علاونة بعد التأهل وحكيت الله يكون يبعونك الآن مثل ما تفضلت الآن أنت أصبحت لقب الحصان الأسود إذا خسرت مع الفيصل أو الوحدات أو الجزيرة الآن أصبح عند الجمهور غير مقبول صارت التوقعات عالية نعم صقف الطموحات أصبح عالي الآن يجب أن يكون هناك الجمهور يفهم أنه بطولة الدرع ليست بطولة الدوري السلط والعقبة لن يلعبون مع الجليل مثل ما لعبوا معه في بطولة الدرع الفريق بحاجة إلى خبرة أكثر انسجام أكثر الدوري مراحله أطول إذن نبارك له هذا الإنجاز لكن لا يعني أن الجليل قادم بقوة لكن فريق يحترم على ما قدمه إداريا وفنيا يعني بناء على ما قلت والسؤال اللي دايما الجميع بيسأله عن الفرق الصاعدة هل سيواصل هذه النتائج مع بداية الدوري أو لا؟ هذا ما يكون أول ثلاث مباريات في بطولة الدوري الآن الجليل صاعد من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الأولى إلى المحترثين وفي أول بطولة يصعد إلى دور نصف النهائي واحتمالية تأهل إلى المباراة النهائية واردة أيضا سيلاقي الجزيرة أو الحسين اللي كمان يعني يمر بظروف حكيناها يعني فنيا بحاجة إلى وقت لكن الجليل أول ثلاث مباريات ممكن يكون حصان أسود يعني معان فريق صاعد الموسم الماضي أول مبارتين حقق الفوز ومن ثم غاب الإتصالات تقريبا خمسة عشر مباراة متتالية بطولة الدوري تختلف كليا عن بطولة الدور عن الدرع طيب تحدثت بشكل بسيط عن السلط وشباب العقبة يعني المباراة اللي بينهم نقدر نحكي عنها مباراة تحصيل حاصل مع الأسماء الموجودة بالسلط مثل ما ذكرت حضرتك كمان توقعنا أنه يظهر بشكل مختلف ما هي أسباب هذا التراجع؟ هل يمكن مباراة الجليل يمكن اللاعبين دخلوا مباراة وأنه فريق صاعد وإحنا رابع بطولة الدوري ونشارك أسيويا أن مباراة مضمونة يمكن يكون هناك في بعض الاستهتار في المباراة لكن هي على ورق السلط أكيد أفضل بكثير لكن ظروف المباراة أول مباراة بعد غياب طويل هناك لعبين جدد ضمهم من الفريق لعبوا في المباراة لكن أيضا كمان نعطي الجليل حقه كان رائع جدا في هذه المباراة وخاصة يعني بالحالة الدفاعية وكان منضبط جدا هذه كانت ضربة حقيقية لفريق السلط أنه يتعامل بكل مباراة على حدة يتعامل بجدية أكثر مع المباريات لا يوجد كبير في كرة القدم إذن كانت درس حقيقي جدا لفريق السلط قبل الدخول في بطولة الدوري طيب شباب العقبة برأيك هل سيعاني مثل الموسم الماضي؟ العقبة يعني هذا الموسم افتعد عنه أبرز اللاعبين سليمان أبو زمع ذهب إلى الجليل محمود مشعل ذهب إلى الفيصلي اللاعبين المحترفين غادروا لتجربة احتراف أخرى خارج الأردن إذن استقطاب بعض اللاعبين ما يميز شباب العقبة أغلب اللاعبين متواجدين جهاز الفني من سنوات طويلة موجود يلعب كرة قدم جميلة لكن أيضا نحن نحكي ومثل ما نحكي دائما أنه الدوري يختلف العقبة فريق جيد الموسم الماضي خانته بعض المباريات لكن لا يعني أنه فريق لم يكن جيد الموسم الحالي جميع الفرق يمكن أن نشوف طابق أول وطابق ثاني طابق الثاني كل الفرق في مستوى واحد طيب بشكل عام مثل ما دائما نحكي عن موضوع أنه بطولة الدرع بطولة استعدادية أو بطولة تحضيرية هل المستوى المتدني الذي ظهر في بطولة الدرع مؤشر على ما سيكون عليه المستوى في دور المحترفين أم لا إذا نحكي بالأرقام بطولة الدرع بعشر مباريات من أصل 12 24 هدف 24 هدف يعني رقم جيد يعني 2.4 بالعشرة في كل مباراة هجوميا لكن أيضا مؤشر خطر دفاعيا هي ليست من قياس حكيت لكن بطولة الدرع جاءت في بداية مرحلة الإعداد مش في خواتيمها هناك لعبين كثر لن نشاهدهم ممكن مع فرقهم نشاهد نقطة الدرع يمكن يتم الاستغناء عنهم في بطولة الدوري خاصة فريق معان أيضا المستويات الروح الإعداد الجانب البدني أيضا كله يختلف هناك لعبين أيضا المحترفين لم يتم مشاهدتهم يعني حتى أنا بأعتقد بطل الدرع لن يكون من قياس هذا الموسم لبطل الدوري طيب بداية اللقاء تحدثت عن قلة تحضير أو عدم استعداد الأندية أو الفرق بالطريقة المطلوبة لأن الوقت بين الموسم الماضي وبداية بطولة الدرع كانت جدا قصيرة هل ظلم ظلمت الأندية بتوقيت بطولة الدرع هاي أنا أحكي بشقين الشق الأول بين نهاية آخر مباراة في الدوري الموسم الماضي وبطولة درع الاتحاد ثمانية وثلاثين يوم هي غير كافية أبدا لإعداد أي فريق وهي فترة انتقالية بحاجة لاعبين إلى استشفاء وراحة سلبية نحن نسميها أكثر أو أطول هناك جهازة أجهزة فنية جاءت متأخرة تتحمل وزرها يتحمل وزرها الأندية لأن الأندية على علم من شهر 12 2020 وأنه بطولة درع ستقام بـ 23 وثنين وتم التأخير التعاقدات أيضا الأسباب المالية الموجودة هي من أسباب التي جعلت الفرق تتأخر في التعاقدات لأن أغلب الفرق لم تنهي التزامات الموسم الماضي وبالتالي أصبح الآن مطالبة بتزديد التزامات الموسم الماضي وتجديد للموسم الجديد بفترة زمنية قصيرة جدا إذا الشكل الثاني بدي أحكي فيه أن الاتحاد يتحمل جزء وهو أنه كان بطولة الدرع اتحاد مقامة بهذا التاريخ من أجل خدمة المنتخب الوطني بمجرد ما تم تأجيل التصفيات الأسيوية كان بالإمكان تغيير نظام الدرع أو تأجيله على الأقل أسبوع إلى عشر أيام قد يعطي بعض متنفس بعض الشيء للأجهزة الفنية هنا حكيتك في فرق يمكن ست سبع تدريبات فقط دخلت بطولة الدرع وأنا كنت أخاف ومتخوف جدا من الإصابات التي يمكن يصيب فيها اللاعبين لأنه حتى اللاعبين المتخب الوطني أنه الموسم سافروا معسكر طويل إلى دبي عادوا بطول الدرع الاتحاد ومن ثم سيلتحقوا مع المتخب في معسكر أو في مباريات ودية جديدة هذا كله سيؤثر على الحالة البدنية والصحية لللاعبين طيب كيف تتوقع يكون مستوى الدرع المقبل من وجهة نظرك وماذا تعني مباراة الفيصلي والوحدات في بطولة الدرع الفيصلي والوحدات لو كانت مباراة ودية لا يرضى أي فريق بالخسارة صحيح يعني لن نضع أنه هذه بطولة تحضرية وأنه الفريق غير مهتم نحن نتحكي على بعض مباراة مهمة لكل فريق خاصة الفوز على الغريم التقليدي نعنويا ونفسيا وخطوة نحو اللقب مباراة مهمة جدا طيب نحكي بعيدا شوي عن بطولة درع الاتحاد نحكي الأندية لسه عم تستقطب لاعبين في سوق الانتقالات تقييمك لهذه التعاقدات هناك تعاقدات بالفزعة هناك تعاقدات إنه هذا اللاعب اسم بدي أحضر هناك تعاقدات إنه الفريق بحاجة لأنه الآن فترة التقلات على وشق الإغلاق والموسم على وشق الانطلاق لابد من تعاقدات التفكير عادة بالعدد وليس بالنوع أثر كثيرا خلال السنوات الأخيرة الحالة المادية كمان للأندية أصبحت الآن مقياس أيضا قرار الاتحاد بأن هناك صقف مالي محدد قرار الاتحاد بأن هناك 25 لاعب بدل 30 لاعب أيضا أصبح الآن بعض اللاعبين تفكر المفروض تفكر جديا بأتعاقد أي لاعب لأنه الآن إذا حكينا بثلاث محترفين وثلاث حراس هاي ست لاعبين إذن محطوب الآن 19 لاعب فقط لإكمال القائمة نعم إذن بدلت تكون تعاقدات أكثر فنيا أكثر فائدة للفرق بعيدا عن العدد وبعيدا عن القيمة المالية نعم يعني من قدرش نقول غير الله يكون بعون الأندية وإن شاء الله إنها تنحل إن شاء الله إن شاء الله كابتن إسلام بدي أشكر حضورك مع عمي شكرا لكم أهلا وسهلا يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر